السلام عليكم شباب فيديو جديد ان شاء الله تكونوا بخير الفيديو النهاردة جايب لكم فيديو رائع جدا زي من شفتهم من عنوانه ازاي تعمل فلتر الصورة او ان انت تقشر الصورة شبه المشاهير مش شبه المشاهير شبه بتاع التيك توك يعني شبه الناس بتاع التيك توك دي طبعا حاجة شهرت جدا ومن ضمنهم الفيديو ده اللي انا جايبه من على التيك توك الفيديو ده اللي هو اللي انا جايبه من على التيك توك بصو من صورة عادية حولها يعني بس بيشيل كده حولها لصورة يعني صورة يعني صورة تانية ده طبعا الفيديو اللي هو عامله وكل الناس داخله بتقوله يعني مع كامل احترامي كل الناس داخله بتقوله اعمل لي صورة اعمل لي صورة طبعا ما عادي فاش حاجة بس في ناس كتيرا عايزة تعرف الشرح وعايزة تعملها وكده فانا جايب للناس اللي انا جايب الطريقة للناس اللي عايزة تعرف تعمل يعني الحاجة دي من وهي قعدة هنحتاج برنامجين اللي هو اللايت روم وبيكس ارت رابطهم في الديسكريبشن تخش على اللايت روم وهتيجي تعمل زائد سيم او زائد دام يعني تعمل علامة زائد صورة علامة زائد صورة تيجي تختار الصورة طبعا بس يبلوكم مجموعة بريست في الديسكريبشن هتدوس كده هتدوس على كلمة اد هتخش هتلاقيها موجودة فانا طبعا هلاقيها هاخدها كده ويجي عليها على الثلاث نقط فوق وهيجي دوس كريت بريست وهيجي هنا اكتب الاسم طبعا انا عمله قبل كده فعمش اضطره عمله فبعديها هروح جايب نختار صورة تانية الصورة اللي هنطبع عليها الشرح هو دوس اد بدلا ما هدوس اد هتبقى موجودة ثواني 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 هجي هدوس على كلمة اد صورة وهروح جايب على الصورة واحملها روح جايب روح جايب بايس عليها وهروح جايب عند البرسيت وهجي في البرسيت طبعا انا مصيفه باسم نور اتناشر مثلا نور بريست نور قادي طبعا في مجموعة بريست بريست عندي اوكي اهي فانه روح جايب مثلا مختار او البرسيت هختار بقى البرسيت اللي ريحني فطبعا هختار البرسيت الرابع او زي ما تشايفين البرسيت الرابع بعد ما اختار البرسيت هجي عمل علامة صح تقدروا تشوفوا الفرق بين الصورة القديمة والصورة القديمة الصورة القديمة صورة البرسيت هتيجي عند علامة الشير وتيجي تدوس سيف تو ديفايس هتستنى هتدوس اوك بعد ما هتدوس اوك هتخرب حين بقى اللعبة بتاعة الفيديو اللي هو يعني عاملها ان هو عامل الفيديو من داخل بيكس ارت وهواريكو ازاي هو عاملها اصلا اوك هتيجي البيكس ارت ربطو في الدسكربشن زي ما انا قلتلكو هتيجي عند علامة الزائد هيقولك ابدأ التحرير هتيجي تاخد الصورة هتيجي تاخد الصورة الصورة اللي انت عاملها في لايت روم معلاش الصورة اللي انت عاملها في لايت روم طبعا هو كاتب اسمه كده في الجام فاحنا خلينا نكتب اسمنا اهو نور بالشكل ده امسك اجارها كده و امسك اخدها هنا اوكي امسك اعمل علامة صح وبس كده ايه ازاي نور لما عملت الشيء اللي هي حركة اللي هو عملها قاعد يمسك هقولكو دي ازاي هتيجي تدوس على اضافة صورة بعد ما هتضيف صورة تاخد الصورة الاصلية و تدوس اضافة وتيجي تكبر بقى الصورة الاصلية على قد الصورة اللي انت عاملها كلها ايه كده بالشكل تيجي بقى تكبرها بالشكل اللي انت عايز روح دايس على علامة صح اه صح في حاجة اه تيجي ترجع ماليش عشان ما زبطهاش بالشكل الممكن يعني بالشكل الطبيعي هاجي تاني وادوس اضافة روح جاي بقى مكبر نكبرها كده جاي مكبرها بحيس ان هو يقبع عليه كله كده بالشكل ده مدش صح تيجي تعمل على المساحة اللي فوق دي وتعمل زي بس انا هنزيلها تحت شوائق هو داي الصح اه انت مدد يعني هو مش داي الصح انت مدد الصح هو بيجي يدوس على المسح ويجي عند المسح يختار الحجم يختارها صغير ويروح جاي عند اسمه ويروح جاي شايل اهو تروح بينلك ان هي ظهر روح جاي بقى معلي الحجم ويروح جاي معلي الصلابة ويروح جاي اعمل بقى كده اهو بصوا كده اهو ويروح جاي محاولها خالص بسهو ده كان شرح النهاردة كانت حاجة بسيطة كده جدا كل الناس حساها ان هي بتعقد بس انت لو جربتها بنفسك هتلاقي ان هي بسيطة جدا وسهلة جدا وكاما اشوفكو الفيديو الجاي موسيقى قبل ص Aristخة سیر صர قبل صه اشتركوا في القناة